في اثنتين عشرة محافظة أزدل الستار على القضية التي شغلت الرأي العام فقد أصدر نائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قرارا بإحالة المتهم محمود نظمي محمد السيد قاتل نجليه ريان ومحمد إلى المحاكمة الجنائية العاجلة ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار فضلا عن اتهامه بطاعات المخدرات وحسم تفريغ كاميرات مراقبة الطرق التي سلكها المتهم قبل ارتكاب جريمته الجدل وموجة التشكيك في اعترافاته حيث أكدت المقاطع استحابه المجني عليهما في اتجاه فارسكور